بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد تبين لنا أن التفسير من حيث الاتجاهات ينقسم إلى عدة أقسام فمنه التفسير العقدي الذي يعنى بجوانب العقيدة والمسائل المتعلقة بعلم التوحيد وهناك التفسير الفقهي وهناك التفسير اللغوي الذي يركز على جوانب اللغة وهناك التفسير الإشاري وهناك التفسير الإصلاحي وسنتحدث في هذا الدرس إن شاء الله عن التفسير الفقهي التفسير الفقهي هو التفسير الذي يركز على التفسير الآيات التي تتعلق بالأحكام الفقهية ذكر المؤلف عندكم في الكتاب في تفسير الفقهاء مدخلا للتفسير الفقهي وذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون القرآن بسريقتهم وإن التبس عليهم فهموا آية رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينها لهم كما سبق أن تبين لنا هذا لما توفي صلى الله عليه وسلم وتولى فقهاء الصحابة توجيها الأمة بقيادة الخلفاء الراشدين وجدت قضايا لم تسبق لهم ولم تمر عليهم من قبل وكان القرآن الكريم باعتبار أنه كتاب الهداية وكتاب البيان كان ملاذا لهم للسنباطي الأحكام الشرعية للقضايا الجديدة فيجمعون على رأي فيها وقل ما يختلفون عند التعارض كاقتلافهم في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أهي وضع الحمل أو أم مضي أربعة أشهر وعشر أم أبعد الأجلين منهما حيث قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وقال وأولاة الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهن فإذا توفي الرجل عن امرأة وهي حامل هل تتربص أربعة أشهر وعشرة أو حتى تضع الحمل أو بأبعد الأجلين فاختلف العلماء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وكان هذا بداية الاختلاف فكانوا يشتهدون ويحكمون بما يؤدي إليه اجتهادهم في هذه المسائل ومن خلال أيضا النظر في الأدلة التي وردت في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نعلم بأنه جاء بعد ذلك عهد الأئمة الفقهاء الأربعة بينهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافع والإمام أحمد وبدأ كل إمام منهم أو صار لكل إمام منهم مذهبا فقهيا مستقلا له أصوله ومرتكزاته وله أتباعه وبدأ بعد ذلك ما يسمى بالتعصب أو الانتماء إلى المذهب والتعصب له وهذا التعصب للمذاهب يعني جعل كل إمام من أئمة هذه المذاهب يحرص على الاستدلال لقول مذهبه من خلال الآيات القرآنية ويحاول أن يرجح المعنى الذي يؤيد مذهبه الفقهي فنشأ ما يسمى بالتفسير الفقهي لأجل توظيف التفسير لتأييد الأقوال المذهبية المتعلقة بالمسائل الفقهية فنشأ التفسير الفقهي الذي هو خاص بآيات الأحكام كما قال المؤلف ونشأ من هذا التفسير الفقهي خاص لآيات الأحكام في القرآن قد يظهر فيه التعصب ويشتد أحيانا وقد يخف في أحيان أخرى وتتابع هذا المنهج إلى العصر الحديث وهو ما نسميه بالتفسير الفقهي ثم ذكر المؤلف بأن هناك كتب ولفت في هذا المنحة وفي هذا المنهج والاتجاه وهي متعددة من أشهرها أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص وأحكام القرآن للكيال هراسي وأحكام القرآن لابن العربي والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وأحكام القرآن للإكليل في استنباط التنزيل طبعا المؤلف يقول مخطوط وقد طبع إلى غير ذلك من كتب الأحكام سنخصص الحديث أو سنركز في هذا المبحث على ثلاثة كتب الكتاب الأول أحكام القرآن للجصاص هذا الكتاب في الحقيقة من أشهر كتب أحكام القرآن ألفه الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص طبعا الجصاص في القرن الرابع توفي طبعا المؤلف لم يذكر وفاته توفي سنة ثلاثمائة وسبعين فهو في القرن الرابع هذا الكتاب يقول المؤلف يعتبر كتاب وأحكام القرآن من أهم كتب التفسير الفقهي ولسيما عند الأحناف لأن الجصاص من أئمة الأحناف من أئمة الفقه الحنف وقد اقتصر المؤلف في هذا الكتاب على تفسير آيات الأحكام التي تتعلق بالأحكام الفرعية فيولد الآية أو الآيات ثم يتولى شرحها بشيء من المأثور في معناها ويستطرد في ذكر المسائل الفقهية التي تتصل بها من قريب أو بعيد ويسوق الخلافات المذهبية حيث يشعر القارئ أنه يقرأ في كتاب من كتب الفقه لا في كتاب من كتب التفسير والجصاص يتعصب لمذهبه الحنفي تعصبا ممقوتا يحمله على التعصف في تفسير الآيات وتأويلها انتصارا لمذهبه ويشتد في الرد على المخالفين متعنطا في التأويل بصورة تنفر القارئ أحيانا من متابعة القراءة لعباراته اللاذعة في مناقشة المذاهب الأخرى حكذا يقول المؤلف قال ويبدو من تفسير الجصاص أنه كان ينحو منح المعتزلة في العقائد فيقول مثلا في قوله لا تدركه الأبصار معناه لا تراه الأبصار وهذا تمدح بنفي رؤية الأبصار كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وما تمدح الله بنفيه عن نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص فغير جائز إثبات نقيضه بحال فلما تمدح بنفي رؤية البصر عنه لم يجز إثبات ضده ونقيضه بحال طبعا هذا فيه موافقة للمعتزلة الذين ينفون رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الآخرة قال إذ كان فيه إثبات صفة نقص ولا يجوز أن يكون مخصوصا بقوله تعالى وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة لأن النظر محتمل لمعانا منها انتظار الثواب كما روي عن جماعة من السلف فلما كان ذلك محتملا للتأويل لم يجز الاعتراض به على ما لا مساغ للتأويل فيه والأخبار المروية في الرؤية إنما المراد بها العلم لو صحت وهو علم الضرورة الذي لا تشوبه شبهة ولا تعرض فيه الشكوك لأن الرؤية بمعنى العلم مشهورة في اللغة طبعا هذا الكلام لا يصح عند أهل السنة والجماعة لأن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم وهنا هو ينفي وله أيضا مسائل في هذا طبعا الكتاب مطبوع في ثلاث مجلدات وهو متداول بين أهل العلم ومن مراجع الفقه الحنف على كل حال هناك رسالة مهمة عنوانها تفاسير آيات الأحكام ومناهجها للدكتور الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد تكلم فيه عن هذه الكتب ومن من تكلم ومن الكتب التي تكلم عنها هذا الكتاب فنذكر رأيه النهائي في الكتاب يقول رأيي في الكتاب بعد أن درس من جميع جوانبه قال بعد هذا العرض عن كتاب الجصاص أحكام القرآن أستطيع أن أقول إن الجصاص في كتابه امتاز بالتوسع في ذكر الخلافات الفقهية وبيان أراء المشتهدين وما استدلوا به على أرائهم من أدلة سمعية وعقلية وتوسع بخاصة في الاحتجاج لمذهب أبي حنيفة وانتصر له وتلمس له الأدلة التي تعززه وتقويه من الآيات والأحاديث وما يرويه عن شيوخه لهذا كان كتابه من أهم كتب التفسير الفقه عند الحنفية حيث يقوم على تركيز مذهبهم والدفاع عنه وقد حوى آراء علمائهم وفصل الأقوال المجملة عنهم وعزز ذلك بالأدلة وحرص على تضعيف آراء المذاهب الأخرى ومما يبغي التنبه له أن للجصاص بعض الآراء التي يميل فيها إلى ما تذكر وقد أوردت أمثلة من كتابه في مبحث عقيدته توضع ذلك وأرى أن الكتاب يحتاج إلى خدمة علمية بتحقيق نصه وتخريج أحاديثه والتعليق على بعض قضاياه لتتم الإفادة منه والله الهادي إلى سواء السبيل وعلى كل حال يا أخواني فالكتاب هذا حقيقة لمن قرأ فيه في كثير من مواضعه يجد فيه من الدقة والعمق وقوة الاستدلال الشيء العجيب حتى أحيانا التعصب وإن كان مذموما في الجملة إلا أنه يدفع صاحبه إلى الحرص على الضبط والإتقان حتى لا يستطيع المخالف أن يدخل عليها أو أن يقدح فيما قرره هذا الكتاب مفيد جدا خاصة في تنمية الملكة الفقهية فهو يفيد الطالب كثيرا هذا الكتاب الأول كتاب أحكام القرآن للجسس الكتاب الثاني هو أحكام القرآن لابن العربي وهذا الكتاب من الكتب المهمة جدا ولأهميته سنرجع الحديث عنه إن شاء الله إلى اللقاء القادم فنخصصه بحديث ونضيف إليها أيضا الجامع لأحكام القرآن وهو أيضا من كتب تفاسير لآيات الأحكام أسأل الله التوفيق للجميع والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين